موسيقى العالم الجليل أستاذ دكتور محمد مختار الباحث والمتخصص في علوم الكيمياء الفيزيائي وصاحب البصمة المميزة جدا في هذا المجال بمركز القومي للبحوث المصري أهلا بحضرتك يا دكتور أنا بحضرتك يا سيد جدا باللقاء مع أصحابك إيه هو التخصص حضرتك كأستاذ دكتور في الكيمياء الفيزيائية؟ الكيمياء الفيزيائية هي ببساطة أن الطبيعة التي من حولنا تتأثر وتأثر من خلال تفاعلات معاينات بتاع الكيمياء الفيزيائية تحديدا بيعمل تكميم لها الزهرة يعني تكميم لها الزهرة إذا كنت أنا بقول أن درجة حالة ترتفع ترتفع قدية إذا كنا بنتكلم فيه ضغط فالضغط ده قد إيه؟ برضو توضيحا عفوا يعني كالاحتباس الحراري برضو بحضرتك بحضرتك عندك العلم مثلا الاحتباس الحراري أحد الظواهر اللي بنفسرها وبعد ما نفسرها نبدأ نفسرها بقيمة تقديرية للحد من مشاكلها مثلا إمبعاد غاز سانوكسيد الكربون وهو المسبب الرئيسي أكسيد النيتروز أكسيد نيتروجين ارتفاعها زي بالظبط ما يكون عملنا عربية محطوها في الشمس الإزاز بتاعها بيدخل الشمس وبيخرجش الحراري دي الظاهرة دي ظاهرين للجميع لقناها كده لكن إن احنا نحسبها نعمل لها معدلات ونجد لها حلول هو ده الكيمية الفيزيائية ففي علم قائم بذاته اسمه علم الحفز البيئي تمام الحفز البيئي هو إنتاج مواد وظفتها مواد مساعدة مواد حفازة مواد مسارعة الهدف منها هو الحفاظ على البيئة من خلال إما تحويل هذه الغازات إلى غازات نافعة غير ضرر أو الاستفادة من هذه الغازات في إجراءة عمليات في الصناعة مثلا لو أنا في الصناعة يخرج غاز من هذه الغازات فبدل من أن أتخلص منهم أو أحويله لنيتروجين أستفيد منهم مباشرة في أجساد بعض المواد الأخرى وتصنيع مواد جديدة أستاذ دكتور محمد مختار كنا عايزين نعرف من حضرتك النهاردة عن الأربعتاشر براءة اختراع اللي قرناهم وعرفناهم من وسائل الإعلام نعم نحن نعمل في جامعة ماجه عبد العزيز أسسنا المعامل في البداية خالص أخذنا فترة 2004 إلى 2009 تقريبا تأسيس معامل وتجهيز تجهيزات وعمل مفاعلات للتقنيات المطلوبة كلها وكنت مستشارا في ذلك الوقت لمدينة المالكة عبد العزيز في الرياض وهي المدينة الأساسية في البحوث والتي تمولها ومن خلال فريق عمل متكامل بيشمل الفريق السعودي الدكتور عبد العزيز بقبس والمجموعة البحثية لدى مدينة المالكة عبد العزيز إدنا أن نبدأ أو الخطواتنا في عمل ابتكارات جيدة جدا في مجال الحفاظات التي تستخدم في تصنيع بعض المواد التي لها أهمية صنعية سجلنا بذلك مجموعة براءات الاختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي وللحماية تم حمايتها في أكتر من دولة منها دولة الصين منها دولة اليابان ومنها بعض البراءات الحديثة حتى من هذا العمل تلعى في الملاكة العربية السعودية بالإضافة إلى فريق العمل بجامعة الملك عبد العزيز وعلى رأسهم بصدر دكتور سلامان نصر بسهل رئيس المجموعة البحثية والزملاء في العمل اللي احنا عملنا مع بعض كاتيمور كفريق عمل متكامل وبالشراكة الدولية مع جامعة يو سي إل اللي مسميه أونيبيرست كوليج لندن اللي هي جامعة كوليت لندن والإمبيريال كوليج لندن اللي هي جامعة لندن الملكية من خلال الباينانو الكونسالتينج أوفيس درنا أن نحنا فعلا نسجل ست براءات اختراع مرة تانية مش كلهم أنا موجود فيهم لكن كفريق عمل تقريبا أنا موجود في أحد هذه البراءات فالحياة البراءات الاختراع أحد المنجزات الرئيسية والهامة جدا في طريق البحث التطبيق لأن البراءة معناها نجد تبتحمي فكرة معينة من الممكن الاستفادة منها استفادة كبيرة واستفادة منها على المستقصر السؤال اللي بترح نفسه ده بيسأله لي هل في فرصة ناخد نوبل الإجابة من الممكن ذلك إذا توفرت نفس الظروف ونفس الإمكانيات ونفس المناخ العلمي الذي يجهز عالم هذا بدليل هأدي مثال آخر فيه جائزة اتكلمت عنها ممكن في الأول خلص اسمها جائزة إني وجائزة إني دي بتمنح في الطاقة جائزة تماما توازي جائزة نوبل لأن جائزة نوبل إما في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الطب بينما جائزة إني في الطاقة وتعطي ثلاث جوائس تصل تقريبا تقديم المادة بتاعها كبير جدا يعني يمكن ربع جائزة نوبل في المادة ولكن في القيمة هي جائزة هامة جدا هذه الجائزة أنا رشحت ليه أربع مرات تم ترشيح ليه أربع مرات وكل سنة بتبعت لي وممكن أحيانا الواحد يملي في كل مرة بتكتب بروبوزل وبتقدمه ومقترح بحسي وتقدمه طيب السؤال ما أخدتش إني هل ممكن تاخد نوبل يعني الوارد إن جائزة ما أخدش إني في حد زي ترشيحك لها ده شيء كبير جدا لمقاومات النجاح هل حضرتك افتقدتها قبل أستفر أم لا أنا لا أريد أن أظلم المؤسسة التي نشأت بها فلولا مرحز قام حمز ولولا بعد فضل الله سبحانه وتعالى لو لا فضل أستاذي الفضل رحمة الله عليه أستاذ الدكتور جميل على الشبكي الذي تعلمنا على أدايا وتتلمزنا على أدايا وبالإمكانيات البسيطة التي لدينا في ذلك الوقت إديرنا في البداية نعمل نقلة أولى النقلة الأولى هي في هذا المكان بهذه الإمكانيات استطعنا أن نشر سبعة أبحاث أثناء رسالة الدكتوراه بعد رسالة الدكتوراه سبعة أبحاث مما أهلني إلى أغس مهمة علمية كبيرة جدا من 600 على مستوى العالم انتقلنا إلى ألمانيا وعملنا في ألمانيا في جامعة كاررسوة هذا فضل المركز قوم بحوث أولا المناخ في المركز قوم بحوث يرتبط تماما بفكرة البحث العلمي بشكل كبير فكرة البحث العلمي ميزانية البحث العلمي ما يمكن أن يكون هناك للإنفاق على بحث علمي ينفق عليه من أجل تحقيق أمال منشودة من الجهات وبالتالي المركز قوم بحوث يحاول هناك أعتقد في فترة الأستاذ دكتور هاني النازر عندما كان رئيسا المركز قوم بحوث الرجل عمل معمل عمل طرقة كاملة سماها الطريقة لنوبل وكانت هناك محاولات حتيثة لإنشاء فرق للعمل هذا الموضوع فلا نستطيع أن نقول بس على المستوى معملنا إحنا إمكانياتنا إحنا كانت لا تسمع معملنا إحنا لكن مرة تانية هذا يعني أن المكان بشكل عام لا يمكن أن ينتج بالعكس هو ممكن أن ينتج أيضا نوبل وقد يكون في مجالاته أستاذ دكتور محمد مختار كنا طبعا قرأنا عن حضرتك أنك لقت بابن بطوطة قرحال وكمختار لأن حضرتك كنت بالتدريس كعالم في الجامعات الأوروبية كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه علاقته بمشوار حضرتك العلمي لكن والحياة كان فيه حاجة قبل كده يمكن أن تذكر هم أصدقائي وزملائي متشكلين ومفضلينها ليا كانوا كده من سونية يقولي يا مخ يا مخ دي ليه علاقة بالشطارة بصراحة يعني إحنا كنا شرطار وكانوا بيساعدوني فيه كنت بقدر أساعد زمالي أثناء وأنا طالب حتى كنا وأتمنى أن يكون في منهم اللي بيتابع الحلقة من زملاء الدراسة يعني الكتب كان بتيجي وكانوا بنعمل ملخصات وكانوا يقولك يا مخ يا مخ فهمنا لكن ابن بطوطة دي كانت في بريطانيا لما أحد الباحثيين المتميزين الحقيقة لقيتوا بيهديني بكتاب وهذا الكتاب كان عن البطوط وبدأ يشرح طبعا أنت رجل كثير الترحان أقولك أنا رحلة غريبة جدا حصلت لي كان عندي اجتماع في جامعة أوترخت طبعا مشروع البحث بتاعنا وكان مباشرة بعدها في عندي مؤتمر في أمريكا تبع الجامعة الأمريكية للكيمياء وكان لازم أحضر لتنين خلصت الاجتماع رجعت على السعودية عدت 12 ساعة وسفرت تاني بالطائرة تقريبا 15 ساعة وبعد كده ني أورلينس ثلاث ساعات أخرى داخل مملكة فالرحلات كثيرة جدا تقريبا موظم ضد العاني من وزورتها وكله في إطار العمل أثناء تكليفي كمهار بجامعة المالكة الأمريكية في أمناك البريطانية ما شاء الله كأحد العلماء المتميزين في مجال كيمياء النانو وكيمياء الحفز وسطوح لكن ترشيح لجوائز عالمية أهمها بلا استثناء الجائزة الموازية لجائزة نوبل وهي جائزة إني الإيطالية جائزة إني رشعت لي أكثر من مرة وفي كل مرة أكتو بروبوزل مقترح بحثي وتم عرضه ومن يأخذ هذه الجائزة يأخذها من جامعة كالتك من الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ كبير أضى عمره طويل في مجال الحفز البيئي مثل هاتشنز اللي خدر فيه 2017 يعني أعتقد برضو بيضع فيها مقاييس ومعايير من الممكن أن نصل لها في يوم ما إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله رسالة حضرك النهاردة بقلل سادة المسؤولين وعلى رأسهم لو سيادة وفخامة السيدة رئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب النقلة الحقيقية ولا أزعم أنني بالفعل قبل حتى ترشيحه لرئاسة أنا عندي بعض النشاطات على السوشيال ميديا فأنا عملت صاحب صفحة ده بريس دينت وده صفحة تم عملها قبل حتى ما سيادته يفكر أصلاً في ترشه هذا الكلام فقط ليس مجاملة ولكن هو واقع يفرض نفسه على الأرض الواقع وأنا أعلم أن هذا الرجل يعمل بمنتهى الجدية المنبثقة بالأساس عن طبيعته كجندي مصري مقاتل وفي مناسبات بحرب أكتوبر أتقدم إليه وإلى جميع الشعب المصري بالتحية والإنترى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة